مثل جمال رجعنا لكم ورجع محمد سايد في علبال سموها صبرة الوفاء صبرة المسئولية صبرة الفن صبرة الحب صبرة النضال صبرة 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 هي أحدى رائدات المسرح التونسي هي الفنانة الراحلة الفقيدة المبدعة ريم الحمروني ريم الحمروني اللي وفاها الأجل المحتوم وهي في أواج عطائها يوم الأحد الفارط الموافق لـ 19 فيفري 2023 بتونس العاصمة تولدت يوم 21 فيفري 1978 بجابس وكبرت وترعرات وتعلمت وقرات الابتداء والثناوي في جابس أيضاً انخرطت منذ صغرتها في النوادي المدرسية والنوادي المسرحية وشاركت في مهرجان الوطني للمسرح المدرسي وكانت متألقة وهي التفلة لافتة لها الأنظار نصحوها الأساذة والمؤطرين اللي كانوا وقتها باش تلتحق بالمعهد العالي للفن المسرحي وفعلاً التحقت الراحلة بالمعهد العالي للفن المسرحي وزاولت تعليمها الجامعي حتى التخرج أثرت ريمة الحمروني المشهد الثقافي المسرحي والفني التونسي فكانت بدايتها المسرحية مع الراحل عزدين جنون وشاركت في العديد من أعماله على غيرار رهاء غيلان إلى جادب مسرحية تشقفة واربع وقت لنسرين جنون كما شاركت البحري الرحالي مسرحية نوار الملح وغيرها من الأعمال المسرحية شاركت أيضاً مؤخراً في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بمسرحية تشقفة كما نالت العديد من الجوائز ومنها جائزة أحسن ممثلة صعدة عن دورها في مسرحية النهاية نلقاها زادا شاركت في العديد من الأفلام السينمائية مثل فيلم صندوق عجب لريضالباهي تالا مونامور لمهدي الهميلي وفاترية لوليد الطايع ما ننساوش مشاركتها التلفازية نلقاها برزة في مسلسل توق الحمام للراحل شوق الماجري الحرقة للاسعد الوسلاتي وستكوم الحجامة وستكوم الخياطة لزيادة لتيم وسلسلة شافة الفيرمة هذا إلى جانب عملها كإعلامية من خلال منبر راديو كلمة ومزيكة فام وشمسة فام واقتلعت ما كانتها عن جدارة نلقاها برهنت على قدرة فنية وابداعية متميزة وعلى روقي إنسان مرهف مكنها باش تحتل مكان مرموقة في قلوب كل الناس واصدقائها وكل من يعرفها حتى من بعيد هي صاحبة الروح البشوشة المريحة صاحبة الكلمة الصادقة هي ريم الجميلة الصمرة التي أبدعت بين الكوميديا والتراجيديا ريم الجبسية هي الضحاكة المحرحرة الصمديدة التي تقول كلمتها والتي تعبر نلقاها أيضا مناضلة وهي التي تحكي لغة الحب ولغة الطيبة وهي الصوت التي غنى وهي الصوت التي قال وانتق في عديد القضايا الاجتماعية وقال الحق ريم الحمروني ما كانت غيب على حتى مظاهرة ولا مسيرة ولا حتى قضية عادلة نلقاها تحب تونس فهي التونسية للنخاء كانت ملتزمة سياسيا وعندها مواقف وعندها فكر نظاري هي كانت تحلم بالعدالة الاجتماعية تحلم بالحرية تحلم بالفن تحلم ببلاد متحرة وكانت دي ما تعتقد إلي تونس وشعبها قادر بش يمشي البعيد وعلى ذلك انتمت للفكر التقدمي وناظلت من أجله فريم الحمروني لها نظرتها الخاصة للأشياء فهي فنانة مبدعة بالأساس ولكنها ملتزمة بالقضايا النضالية والقضايا الحقوقية ولها شحنة متعتفكير وعطافيات فهي حالة نادرة حقيقية في الفن في تونس فالدخلاني متاح أصيل قوي فيعمرها ما تسلم فيه وهو النضال رغم تفدليكها وضحكها ولعبها وغناها وتمثيلها الكوميدي هي كانت دي ما تقول انحب انخلي أثر بعدي وكانت دي ما تدعو للحب والتفاهم والتواصل والوفاء وكلام مؤثر قالوه عند توديحها بحرقة قالوا ريم نودعك جسداً ونحتفظ بك أنت كل أنت ريم أنت الوطن ريم المسارح ريم القاعات ريم الصحات ريم كل الأماكن وكل أماكن الأبداع ستذكرك ريم الحمروني أننا جميعاً نودعك لأن عهداً أن نواصل المسيرة عهداً أن تكون صبرة لكل التونسيين عهداً أن تكون لكل الجوابسية جابس بحنائها وسعى في نخيلها تحت ظنك يا صبرة فلك أهل ولك أم ولك تونس رحم الله الفقيد برحمته الواسعة ريم الحمروني الله يرحمه ونعمها كانت هذه علبة علبة